حصلت المستشفيات الحكومية على الاعتماد البرامجي لثلاثة تخصصات طبية جديدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نعم وبذلك يصل مجموع البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى 16 تخصصا طبيا مختلفا سقف الطموح مملكة البحرين ترسم ملامح مستقبل يواكب تطور دول العالم في العديد من القطاعات المهمة وأبرزها القطاع الصحي وبفضل الإمكانات العالية والكوادر الطبية المؤهلة حصلت المستشفيات الحكومية على الاعتماد البرامجي لثلاثة تخصصات طبية جديدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليصل بذلك مجموع برامجها المعتمدة إلى 16 تخصصا طبيا مختلفا وشملت التخصصات المعتمدة مؤخرا كلا من تخصص طب وجراحة العيون وطب الطوارئ وطب الأمراض الجلدية لتضاف للتخصصات المعتمدة سابقا يؤكد هذا الإنجاز الإيمان بأهمية التجريب الطبي باعتباره اللبنة الأساسية لتأهيل الكوادر البشرية ولتطوير مستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع كما يعكس سعي المستشفيات الحكومية المستمر في الحصول على المزيد من الاعتمادات الطبية ورفع الإنتاجية وتحسين الأداء عبر تسخير كافة الإمكانات لأغراض التدريب في البرامج التدريبية التخصصية للأطباء والتي تشرف عليها المجالس والهيئات التدريبية كالمجلس العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية التطوير الشامل يعد من الأولويات الدائمة في مملكة البحرين بما يتماشى مع الرؤى الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم ومبادرات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة ترجمة نانسي قنقر